أكد مدير الإجراءات والتدريب في مفوضية الانتخابات داول سلمان أن إعلان النتائج الأولية للانتخابات سيتم خلال 24 ساعة بعد نهاية يوم الاقتراع مشيرا خلال تصريحا لقناة الفلوجة لأن وكلاء الأحزاب والمرشحين سيتسلمون نسخة الورقية للنتائج الأولية داخل المحطات بعد نهاية الاقتراع تكون إعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة بعد نهاية يوم الاقتراع وسيتم نقل النتائج من جهاز تسريح النتائج إلى عصى الذاكرة الـ USB بنفس اللحظة ومن ثم تنقل هذه العصى إلى مركز إدخال البيانات في المكتب الوطني لغرض فك التشفير لصور أوراق الاقتراع ونتائج أوراق الاقتراع ومن ثم تسلم إلى وكلاء الأحزاب النسخة الورقية هذه مهمة جدا النسخة الورقية لتقرير النتائج سنقوم بتسليمها إلى وكلاء الأحزاب والمرشحين داخل محطات الاقتراع بعد نهاية يوم الاقتراع وسيستلم كل وكيل موجود في المحطة له الحق باستلام نسخة من تقرير النتائج